لو سمحت وقف يوصف أيوة تسعة واربعة من عشرة مليار دولار هذا رقم لأول مرة في تاريخنا دخل قناة السويس اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اللي هتخلص يوم تلاتين ستة القادم الجمعة بعد اللي جاية العام المالي تلاتين ستة اللي هيخلص الجمعة بعد القادمة كام تسعة مليار وربعمية مليون دولار عمرنا ما شفنا هذا الرقم بس الرقم ده بيؤكد لشعب مصر لما تخذ قرار من الرئيس عبد الفتاح السيس نعمل قناة تانية وتخلص سنة كان الرجل له كل الحق وهذه الأرقام ترد على كل الأكاذيب والشائعات هذه الأرقام بتقول العمل الجبار الذي يقوم به رجال هيط قناة السويس والله أنا على الهوى بشكرهم جميعا بقدم شكري وشكري شعب مصر كله لستاشر ألف واحد بيشتغلوا في القناة على مدار الساعة من أول رئيس القناة شهدت فريق أسامة ربيع إلى كل المرشدين والمهندسين والعمال والفنيين وقائد السفن والقباطين أو قباطنا أو الملاحين والمرشدين والأطقم البحرية كل الناس اللي بيشتغلوا فهي تقناة السويس عشان نصل لهذا الرقم لو الناس دي ما بتشتغلش عمرك ما كنت توصل لأرقام بالمناسبة القناة كسبانة كل يوم كل طلعت شمس عندنا دولارات دخلة في البنك المركزي كل يوم تاني بقول يوميا دولارات دخلة ليه؟ عندك حركة سفن على مدار الساعة النهاردة اليوم 76 سفينة النهاردة في شهر مارس كان عندنا 107 سفينة أرقام تاريخية يا جماعة الأرقام دي ما كانتش تحدث أبدا لو عندك قناة واحدة لو أنت فاضل على 1869 كان عندك الوضع عادي جدا خمسة مليار دولار خمسة ونص بكتير كم سفينة؟ كم تعدي عندك 16 ألف ولا 15 ألف؟ النهاردة بيعد عندك 26 ألف سفينة يعني عندك 10 ألف سفينة زيادة دول لأنه عندك قناة جديدة لأنه عندك قناتين النهاردة لأنه ليمكن القناة الواحدة تعد هذه الأرقام أقصها 16 ألف سفينة لكن لما توصل ل 26 ألف وهتوصل أرقام تزيد أكتر من كده حجم السفن كمان النهاردة بيبقى أكبر بتحمل بتشير حمولات أكتر كان عندك حمولات لما كنا نقول 500 مليون طن يانهار ربيض 600 يانهار ربيض 700 إيه ده؟ لو وصلنا مليار إيه؟ مليار طن بضايا عدة سنة دي حمولة من قناة سويس نعم بس النهاردة بقى كام اليوم اليوم كام النهاردة واحد ونص مليار طن بضايع تنقل عبر هذا الممر الملاحي الأهم في العالم والأسرع والآمن في العالم أيها بنسقف نصفق وفرحنين وسعداء إن احنا النهاردة عندنا خطوة إيجابية للغاية تأتي من قناة السويس تأتي من رجال قناة السويس تأتي لشعب مصر اللي عايز الرقم ده يتضاعف أكثر وأكثر وأكثر وبعد شوية يكون معنا حوار مع السيدة الفريق وسامة ربيع هيقول لكم كمان أرقام كويسة أوي هيقول لكم كمان حاجات تفاؤل لبكرة الأمل لبكرة أنت بتكسب أيوة القناة ما بتخسرش قناة السويس ما بتخسرش كانوا بتكلموا وقول لك كل مركب زي كده بتعدي وإحنا النهاردة إحنا عاديين بسم الله ما شاء الله دخلت للسويس بدري قوي بدري قوي وبشكر أهلنا في السويس والله على الحفاة والترحاب بشكرهم بشكرهم يعني فطبعا أي سفينة ما شاء الله وكل ما تعدي لنسوف العملاقة قدامك بسم الله ما شاء الله في قناة السويس كل ما تشوف سفينة ما شاء الله على فكرة طول ما انت قاعد كده يعني تقول ما شاء الله الحمد لله ربنا يزيد ويبارك كل ما انت قاعد كده تعمل كده